انعقد أمس بمقر ولاية طنجة طوان الحسيمة اجتماعا بين وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظة العالمية وبين الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة بحضور مختلف الفاعلين بقطاع النسيج بالجهة وذلك لمناقشة تأثير تدعية فيروس كورونا المسجد على القطاع على الصعيد الوطني وخلص الاجتماع إلى ضرورة تكاثف الجهود لتخلص القطاع في المغرب من الركود الذي يشهده في معظم الدول المتضررة من الوباء خاصة وأن شركات الألبسة والنسيج أصبحت تواجه صعوبات عدة نتيجة الهزة التي عرفها الاقتصاد العالمي جراء انتشار الفيروس وإيضا نتيجة توقف سلسلة الانتاج والتصنيع لدى مجموعة من الدول المصنعة في العالم فيروس كورونا المستجد كان موضوع اجتماع وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العالمي بجمعية المغربية لصناعات الألبسة والنسيج وكذا مختلف الفاعلين في قطاع النسيج بجهة تنجة طوان الحسيمة هنا بمقر ولاية الجهة الأمر تعلق بمناقشة ودراسة تأثير هذا الوباء العالمي المستجد على قطاع النسيج على الصعيد الدولي وأيضا على الصعيد الوطني على وجه الخصوص والذي تم تحديده في الصعوبات التي تواجهها شركات والألبس على المستوى الدولي بسبب الأضرار المترتبة عن وقف سلسلة الانتاج والتصنيع في عدد من الدول المتضررة من فيروس كورونا وأيضا بسبب انخفاض الطلب في هذا القطاع نقاط التي تم تدولها في هذا الاجتماع انتهت بمجموعة من التوصيات التي تتعلق أساسا بمساندة هذه المقاولات وإيجاد الحلول الكفيلة بتخفيف من حدة انعكاسات تأثير فيروس كورونا على القطاع من خلال تخصيص لجنة رصد ومراقبة لمختلف التطورات العالمية في القطاع والتي بناء عليها سيتم رسم خرائط الدعم والتدخل السريع أيضا انتهى هذا الاجتماع إلى أن المؤسسات والمصانع والمقاولات في هذا القطاع ستستأنف اشتغالها بشكل اعتيادي مع استحضار كافة المسؤولية في محاربة تأثير هذا الفيروس على القطاع بالمغرب